موجز الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم شارك وزير الخارجية وشؤون المغترمين الدكتور أحمد عواظ بن مبارك في منتدى شباب العالم بتكليف من فخامة الرئيس عبد الربو منصر هذه رئيس الجمهورية وتستمر أعمال المنتدى الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من رؤساء وقادة العالم حتى الثالث عشر من مارس من العام الحالي ويعد المنتدى منصة عالمية ومنبرا للرأي يشارك فيه الشباب من جنسيات مختلفة لإجراء حوار حول القضايا الدولية التي تهم حاضر البشرية ومستقبلها ومن المقرر أن تشهد فعالية المنتدى جلسات نقاشية وحوارية تشمل العديد من المواضع السياسية والبيئية والصحية بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بإعادة الأعمار في المناطق التي شهدت نزاعات وذلك بغرض استشراف المستقبل وبحث تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بمأرب مع قائد قوات الدعم والإسناد السعودي للقوات اليمنية اللواء الركن يوسف الشهراني سير العمليات القتالية على امتداد مصرح العمليات بحضور محافظ مأرب اللواء السلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير بن عزيز وركز اللقاء على آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في المعركة المشتركة ضد الميليشيات الحثية الإيرانية والانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش وألويات العمالقة بمساندة في من التحالف العربي في جبهات محافظة شبوى ومأرب وجدد وزير الدفاع شكر والعرفان لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المعركة العربية للدفاع عن الأمن القومي المشترك ضد المخططات التوسعية الفارسية تفقد وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد إعادة التهيل والصيانة الجارية بمبنى الوزارة القديمة الكائن بمديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن وأكد وزير النقل على ضرورة استكمال كافة التجهيزات وإنجاز المشروع بأسرع وقت وبدء مباشرة العمل بمبنى الوزارة الجديد خلال هذا العام كما اطلع وزير النقل برفقة وكيل الوزارة للقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي على سير العمل بالهيئة العامة للشؤون البحرية متلمسا الصعوبات التي تعاني منها الأيئة والجهود التي قامت بها الوزارة في المراحل السابقة لتعزيز دور الهيئة بهدف الارتقاء بخدماتها في حماية الملاحة البحرية في المياه اليمنية وتعرف على نشاط فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن ومستوى الخدمات المقدمة ناقش اجتماع موسع بوزارة الكهرباء والطاقة التزامات الوزارة بشأن منحة المشتقة النفطية السعودية لمحطة التوليد بموجب اتفاقية المنحة وما تطلبه ذلك من توليد المبالغ المالية المطلوبة للحساب المشترك ورفع عملية التحصيل والتقليل من الفاقد وكافة الخطوات والإصلاحات المطلوب اتخاذها للوفاء بالتزامات المنحة وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة المستفيدة من المنحة لمسؤولياتها والإسراع في توليد المبالغ والإيرادات للحساب المشترك وخلال اللقاء أكد أمين عامي رئاسة الوزراء مطيع دماج على أهمية الوفاء بهذه الاجتماعات وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء والعمل على الحفاظ على السمرار المنحة من خلال الوفاء بمتطلباتها واصلت قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة تقدم ميدانيا غرب محافظة شبوى وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيات الحوثية في الأثناء تواصل قوات الجيش وألوية العمالقة خوض معارك مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية وتطهير مديرية عين بالكامل بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية وتمكنت قوات الجيش الوطني والعمالقة خلال الساعة الماضية من تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية وأسفرت المواجهات وضربات تحالف عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية انتهى المجز في أمان الله